للمتناثرة فانفضت جمع من حوله يرحل عابرا كما جاء الحلبوسي وجلسة اجهاده من المنصب او الحديث السياسي المتجدد فما العزم الذي ربطته الجبهة الوطنية لاسقاط الرجل الا بداية لنهاية باتت تلوح في الافق قد تكون تأريخية دلالاتها تحركات افضت لجمع القوى الشيعية قيل ان الفتح والقانون في مقدمتها والكردية برئاسة البرزاني الاب ما يقارب من 180 نائب بالتوافق مع بعض الكتل السنية الاخرى هذا الحراك وطد بانتظار توافق القوى السنية على بديل الحلبوسية للإعلان عن جلسة استثنائية بكل شيء قضايا خلافية بين سيد محمد الحلبوسي وقادة الكتل بخصوص ادارة ملف الزعامة السنية وكذلك بخصوص التخصيصات لبعض المحافظات على حساب محافظة واعتقد هذا هو جانب الاتهام للسيد محمد الحلبوسي بدعم بعض المحافظات التي هي ممكن ان تكون جزء من جمهور سيد محمد الحلبوسي على حساب بعض المحافظة قد تكون الموصل وصلاح الدين وكذلك ديالة اغلبية بسيطة ولكنها قادرة على ايطاحته قانونيا فان عقدت جلسة ايقالته والحاضرين حتى وان كانوا عشرات فهم من يحددون مصيره وبحسب خبراء في الشأن القانوني لا موقف للحلبوسي ولا اعتراض سوى التنفيذ والترحي عن المنصب انعالت الاصوات الرنانة سياسيا ضده فقلب الطاول عليه بات اسهل واخف من ريشة الحمامة اذا تحقق النصاب 165-83 نائب كافي لنفرض صار موجود 200 نائب 101 نائب كافي لا اجراءات معقدة ولا اجراءات بسيطة وسبقا حصلت مع السيد محمود المشهداني في فترة زمنية المعينة سابقة اعتقد ان الامر لحد الان لم يجمعوا الحد بمعنى انهم لا يستطيعون القدوم الى مجلس النواب وعدهم ثلاثين او خمسة وثلاثين او حتى خمسين مية فاكثر ممكن يكون قاعدة الهم لتحقيق غرضهم كذلك استبعد هذا الامر لماذا لكما هو معلوم فترة مجلس النواب الباقي فترة قليلة كل موقف ما له لان راح يلزم بقرار من مجلس النواب ليس له ان يعاند اطلاقا الدستور لم يعطي حق يعطي حق بعد قرار الاقالة ممكن ان يطعن امام المحكمة التحدي العليا بقرار من مجلس النواب قد لا تجد هذه الحملة النيابية صدا واسعا لدى الكتل الشيعية والسنية وذلك لان اولوية الكتل اختلفت وصار من يدافع له يهاجمه ومن اعطاه المنصب يسحب البساطة من تحته فاستمرار الموقف الغامض نيابيا وامتناع النواب عن التصريح بهذا الشأن قد يعطي دلالة واحدة ان كلام الليل يمحيه النهار وهذا عند البعض وليس الكل فما نراه ان نيابا سياسية ستقتلع الحلبوسي من جذره قريبا والتصعيد السياسي باته والحكم بحامر الرشيد